بسم الله الرحمن الرحيم عزيزة الطالبة عزيزي الطالب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم الأستاذ بنهنية يوسف أستاذ مادة التاريخ والجغرافية سنشرع في هذا اللقاء في تقديم مجموعة من المواضيع الخاصة بمادة التاريخ والجغرافية والخاصة بالأقسام النهائية الأقسام التي تحضر لشهادة الباكالوريا وفي البداية سنشرع في تقديم جدول خاص بالمدة والمعاملات في مادة التاريخ والجغرافية في الباكالوريا شعبة أدب وفلسفة المدة أربع ساعات والمعامل أربعة شعبة سير واقتصاد المدة تلت ساعات والمعامل أربع نقاط لغة أجنبية أو لغات أجنبية تلت ساعات والمعامل إثنان علوم تجربية رياضية وتقني رياضي المدة تلت ساعات والمعامل إثنان الآن سنجيب على مجموعة من الأسئلة نحن نرى بأنها مهمة لهذا اللقاء الأول سنبدأ بالإجابة على الإشكالية أو على السؤال الأول والذي هو ماذا يقصد أو ماذا ينتظر الأستاذ من ورقة إجابتك هناك أهدف أربعة يريد الأستاذ التعرف عليها في ورقتك وهي أولا أن يجد في ورقتك أنك قادر على توظيف أدوات الجغرافية وبشكل منهجي أي توظيف الصورة، توظيف الخريطة، توظيف الرسومات البيانية أو النصص ثانيا أن يرى في ورقتك بأنك قادر على استعمال المفاهيم والمصطلحات في مكانها المناسب ثالثا أنك قادر على معرفة أهمية تحديد الزمان والمكان عند معالجة أي إشكالية سواء كانت في التاريخ أو الجغرافية وأخيرا يريد أن يرى بأن لك موقف وأن لك رأي في أي إشكالية تطرح عليك هذا الإجابة على السؤال الأول السؤال الثاني الذي سنجيب عليه الآن هو ما هو الفرق بين مواضيع الشعب المختلفة نأخذ مثلا شعبة الأداب والفلسفة ينقسم السؤال في التاريخ أو الجغرافية إلى قسمين الجزء الأول على ست نقاط والجزء الثاني على أربعة نقاط في الجزء الأول على ست نقاط هناك سؤال الأول الثاني والثالث الأول يطلب منك مجموعة من المعارف سواء تواريخ أو شخصيات أو مفاهيم ومصطلحات ونفس الشيء بالنسبة للسؤال الثالث تلت مطالب بينما في السؤال الثالث سيطلب منك نشاط مهاري رسم تعليق أو مقارنة أو استنباط أو استنتاج بينما في الجزء الثاني عندنا سؤالين فقط تجيب عليه في فقرة بالنسبة الآن لشعبة تسير واقتصاد نفس الشيء جزءين جزء الأول على ست نقاط الجزء الثاني على أربعة نقاط لكن المطلب هنا كان ثلاث مطالب أو ثلاث أسئلة الاختلاف يكمن هنا أن السؤال الأول فيه مطلبين السؤال الثاني مطلبين بدل من ثلاثة والسؤال الثالث مطلب واحد هنا مطلبين في المجال المعرفي وهنا في المجال المهاري بالنسبة الآن لشعبة اللغات نفس الشيء الجزء الأول على ست نقاط الجزء الثاني على أربعة نقاط لكن هناك سؤالين فقط سؤال أول فيه ثلاث مطالب معرفية والسؤال الثاني مهاري والجزء الثاني نفس الشيء كما جميع الشعب الأخرى وآخيرا شعبة علوم تجريبية رياضياتي وتقنية رياضي جزء أول على ست نقاط جزء الثاني على أربعة نقاط الجزء الأول به سؤالين السؤال الأول فيه ثلاث مطالب معرفية تواريخ أو شخصيات أو مفاهيم والسؤال الثاني مهاري كالرسم أو التحليل أو التعليق على خريطة أو رسم بياني الجزء الثاني فيه سؤالين دائما لإنجاز فقرة معينة هذا عن الجزء الأول حسب الشعب أما الجزء الثاني في التاريخ والجغرافية وفي جميع الشعب فأنت مطالب فقط بإنجاز فقرة على أربع نقاط وأخرى أيضا في الجغرافية على أربع نقاط فتقدم لك في الفقرة عبارة من خلالها تجيب على مطلبين فقط مطلب أول ومطلب ثاني وهذا المطلبين يتضمنان تحديد معارف تحليل تعليل وإستنتاج أو بناء موقف وإصدار حكم على الإشكالية التي تطرح عليك وبهذا نكون قد أنهينا اللقاء الأول الذي جمعنا اليوم حول هيكلة مواضيع التاريخ والجغرافية لجميع الشعب وإلى أن نلتقي في اللقاء المقبل مع الموضوع الأول في مادة التاريخ لك مني تحية خالصة بسم الله الرحمن الرحيم عزيزة الطالبة عزيزي الطالب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سنشرع الآن في تقديمي الموضوع الأول في التاريخ في شعبة أداب وفلسفة وسنقترح عليك الموضوع التالي الجزء الأول في السؤال يقدم فيه لك سند التالي ما إن وصل الجنرال ديغول إلى الحكم في فرنسا حتى شرع في تنفيذ مخططاته الجهنمية للقضاء على الطورة الجزائرية بين تهديد والترغيب كمشروع قسنطينا سلم الشجعان ومشروع مارشال وموريس والقوة الثالثة وإلى آخره من خلال هذه السنة يطلب منك تعريف ما تحته خط أي مشروع مارشال ومشروع قسنطينا سلم الشجعان ومشروع شال السؤال الثاني ماذا تمثل هذه التواريخ في الثورة التحريرية 12 فبري 47 8 فبري 58 23 فبري 89 في الجزء الثاني أو في السؤال الثالث عفوا ودائما مع الجزء الأول أمامك خريطة الصماء للولايات الستة لثورة الجزائرية بعد مؤتمر الصمام المطلوب وقع على الخريطة الصماء التي أمامك الولايات الستة الجزء الثاني إليك السند الأول إليك خريطة العالم بها مواقع الأزمات الدولية برلين كوريا كوبا وأزمة قناة سويس السند الثاني ما إن انتهت الحرب العالمية الثانية حتى تجدد الصراع من جديد بين كتلتين جديدتين متصارعتين على مناطق النفوذ بسبب اختلافهما الإديولوجي خاصة وقد اشتد هذا الصراع في عدة أزمات دولية خاصة في برلين كوريا وكوبا وفي مصر المطلوب من خلال هذا السندات أو السندين التي أمامك واعتمادا على مكتسبتك القبلية أكتب موضوعا أو فقرة في التاريخ تحدد فيها طبيعة الصراع إنعكاسات أزمة برلين وكوريا وكوبا فقط على هذه الأمم والآن سنشرع في الإجابة على السؤال الإجابة على السؤال الأول أو على الجزء الأول وعلى المطلب الأول اللي هو في موضوع التواريخ التاريخ الأول 15 فبري 47 إجابتك تكون بالشكل التالي يمثل هذا التاريخ تأسيس منظمة السرية نص التاريخ الثاني اللي هو 8 فبري 58 يمثل مجزرة ساقية سيدي يوسف التي نفذها الجيش الفرنسي والطيران الفرنسي على قرية سيدي يوسف التونسية والتاريخ الثالث اللي هو 23 فبري 89 هو تاريخ الانتخابات على دستور الجزائر 89 ولاحظ معي بأن المطلب الأول اللي هو مجموعة من تواريخ ثلاثة هي هو مطلب معرفي المطلب الثاني اللي هو في المصطلحات مشروع قسنطينة هو مخطط اقتصادي واجتماعي جاء به الجنرال ديغول في 4 أكتوبر 58 للجزائرين حتى يمتص غضبهم على فرنسا الاستعمارية من جهة وعزل الشعب عن الثورة المسلحة سلم الشجعان أو سلم الأبطال هو أيضا مشروع عسكري جاء به الجنرال ديغول في 23 أكتوبر 58 يدعو فيه المجاهدين إلى الاستسلام وترك السلاح وحتى تستقبلهم فرنسا كأبطال وأخيرا مخطط شال نسبة إلى الجنرال شال وهو مخطط يهدف إلى غلق الحدود الجزائرية التونسية بأسلاك مكهربة وزرع الألغام على طول الشريط الحدودي أما المطلب الثالث وهو التوقيع على الخارطة فهو مطلب مهاري وللإجابة على هذا السؤال المنطقة الأولى أو الولاية الأولى هي ولاية الأورس الثانية هي الشمال القسنطيني الثالثة هي منطقة القبائل الرابعة الجزائر العاصمة والضواحيها الخامسة منطقة ولاية وهران وأخيرا الولاية الجديدة السادسة اللي هي ولاية السحراء لكن الإجابة غير مكتملة إذا لم تضع إطار وعنوان للخريطة اللي هو خريطة الولاية الستة للطورة الجزائرية بعد مؤتمر صومة ٥٦ والمفتاح رقم واحد الأوراس رقم اثنين شمال القسنطيني رقم ثلاثة إلى آخرين الآن قبل الإجابة على الجزء الثاني هناك ملاحظة مهمة أريد التركيز عليها من حيث الشكل الفقرة أو الجزء الثاني لاحظ معي هذه المقدمة ولاحظ خاصة الشكل المقدمة العرض والخاتمة من حيث الشكل المقدمة ثلث أسطر الخاتمة لا تفوت ثلث أسطر أيضا بينما العرض يقسم إلى قسمين الإجابة على المطلب الأول أو السؤال الأول والإجابة على السؤال التالي وهنا أذكرك بأن الإجابة على السؤال المطروح في موضوعنا مقدمة في العرض الإجابة عن السؤال الأول طبيعة الصراع الإجابة على السؤال الثاني إنعكاسات السراء وأخيرا الخاتمة الملاحظة الأولى أريد أن أذكرك بها وهي أن أول ما يقرأ هي المقدمة أول ما يقرأ الأستاذ المصحح هي المقدمة أول ما يقرأ هو آخر ما تكتبه أي تبدأ بالإجابة في البداية على السؤال الأول وعلى السؤال الثاني ثم وضع خاتمة وفي الأخير تنجز المقدمة وتضعها في البداية لأن أغلب التلاميذ عندما يبدأون في الإجابة يبدأ مباشرة بالمقدمة ثم لا يعرف متى ينتهي فيضمن فيضيف داخل المقدمة الإجابة على السؤال الأول والسؤال الثاني وعندما يصلوا إلى العرض لا يجد ما يكتب ما عدا الخاتمة ولهذا لا تبدأ إطلاقا بالمقدمة أبدأ دائما بالإجابة عن المطلبين الرئيسيين ثم ضع خاتمة وفي الأخير ضع مقدمة للموضوع الآن نعود إلى موضوعنا المقدمة أقترح مقدمة بسيطة لك للإجابة على هذا السؤال ما إن انتهت الحرب العالمية الثانية وتخلصت البشرية من بشاعتها عند التقاء الحلفاء في برلين والقضاء على الدكتاتورية النازية في 1945 حتى اشتعلت من جديد ومن برلين بين الشرق الشيوعي بزعامة الاتحاد السوفيتي والغرب الرأسمالي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية ولكن بدون مواجهة عسكرية مباشرة إلى غاية 1989 فما هي طبيعة هذا الصراع وما هي إنعكاسات أزمة برلين وكوريا وكوبا على أهلها نشرع الآن في العرض ونبدأ بالإجابة على المطلب الأول أو السؤال الأول طبيعة الصراع في فقرة لوحدها طبيعة الصراع أولا هو الاختلاف الإديولوجي بين الإديولوجيا الاشتراكية والشيوعية التي تزعمها الاتحاد السوفيتي والإديولوجيا الرأسمالية الليبرالية تزعمتها الولايات المتحدة الأمريكية بعد 1945 وتعود طبيعة الصراع أيضا إلى تنافس المعسكرين على مناطق النفوذ في المستعمرات وفي الدول الحديثة للإستقلال من خلال نشر كل منهما الإديولوجية في إطار ما يعرفه بسياسة ملء الفراغ كما تعود طبيعة الصراع إلى الشكوك وإلى انعدام الثقة بينهما مما أدى إلى بروز نزعة التفوق العسكري خاصة خلال اجتداد أزمة برلين وكوريا وكوبا المطلب الثاني أو السؤال الثاني وقد كانت إن عكسات الصراع الكبير والخطير أو الإعكسات على هذا الصراع كبيرة وخطيرة على هذه الدول المذكورة أزمة برلين الأولى والثانية 49 و 61 نجع مع أنها تقسيم ألمانيا إلى شرقية اشتراكية شيوحية وألمانيا غربية رأسمالية تانين تقسيم ألمانيا إلى برلين شرقية تقسيم العاصمة الألمانية إلى برلين شرقية اشتراكية وإلى برلين غربية رأسمالية إن عكسات أزمة كوريا في 53 انتهت هي أيضا بتقسيم الشعب الكوري إلى كوريا الشمالية شيوعية عاصمتها بيونج يونج وجنوبية رأسمالية عاصمتها سيول أما أزمة كوبا في 1962 فقد عانى شعبها من الحصار الاقتصادي الأمريكي ومن توتر العلاقات الأمريكية السوفيتية في الخاتمة نقترح عليك ما يلي تقول وفي الأخير فقد عاش العالم في ظل التنائية القطبية في الفترة الممتدة ما بين 45 إلى 89 توترا شديدا في العلاقات الدولية كاد أن يدخل العالم في حرب عالمية ثالثة هذه إجابة بسيطة لكنها مرتبة ومركزة على المطلوب فقط وبشكل منهجي ومرتب وإلى أن نلتقي في الحصة القادمة ومع موضوع تاني في مادة التاريخ الحلقة اللي فاتت أهدرنا على برمجة العقل بش يعطينا على موتيفاسيون يعطينا التحفيز الداخلي قلنا كيفاش نبرمج هذا العقل ما قبل ما نشوفه كيفاش نبرمجه لازم نحيو قلنا لفيروس اللي راهوا فيه اللي فيروس اللي جاءوا من صغرنا اللي فيروس اللي المجتمع عطاه منا ماشي بالعاني عن حسن نية منهم الخوف الخوف اللي قلتلكم جاء من كلمة بالك بالك الدير هذيك بالك كي الطفل الصغير في المجتمع الجزائري يطلب حاجة من بابه ولا من يمه يقولوا هذي تعال كبار ما يفهموه شي ولي من صغره ما عندوش ثقة في نفسه ما تكونش عندوين كونفيانس فيروحو بس كي كل شي صغر كون شوفوا مجتمعات أخرى مجتمعات مثلا أوروبية كي تسمع الأم تتكلم مع الإبن تعثل سنين ولا أربع سنين تسمحها تقول وكأن هذا راهي تتكلم مع رجل كبير تعطيه قيمة يولي هذك الطفل يكبر عندو ثقة في النفس ما يخافش ذوك الحاجة اللي تمنعنا من الموتيفاسيون من التحفيز هي الخوف الخوف اللي كبرنا به ما نشهنا يا باش نبدل المجتمع ولا نبدو دروس في العلم الاجتماع لكن نقولوا بلي أن هذا سيدي فيروس دخلوا رأسنا الهدف تعنا في هذه الحلقات هي نحيو لفيروس كما في نفس الشيء العقل الإنسان كما نحيو قبل ما نتكلموا ونهضروا على هذا الفيروس نشوفوا الناس الذين ينجحوا عندهم خمس مفاتيح النجاح الناس الذين ينجحوا عندهم المفتاح الأول الموتيفاسيون يقدروا يشجعوا رواحهم بنفسهم هذا التشجيع وش يمد يمد لهم الطاقة كما تكون موتيفاسي يجيك العكس كما يقولوا بالدرجة الفشلة تفشل كما تكون موتيفاسي ستيلوا يتقل عليك عندما تروح الطاقة كل شيء يتقل تحب ترقده أو سراسرا كما تكون موتيفاسي ستكون لأسباب فيزيولوجية تأتي لك الطاقة لك كما تكون موتيفاسي لكي تستطيع تواجه كل مشاكل وتواجههم بعزيمة لكي تأتي لك موتيفاسيون ونرى كيف يجبون موتيفاسيون الحاجة التي الناس نجحوا بها كانت الكثير من أن نجحوا قلنا موتيفاسيون تحفيز الداخلي وخارجي تحفيز ما يمد لك يمد لك الانيرجي الطاقة التي تستطيع تواجه بها لا تخاف تصدم وهناك نفتح ثالث كفاءة كمبيتنس تجد 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 كفاءة تجد شخص تجد 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 ونرى كيف تققرأ كيف تقرأ بها حاجة ثالثة هي كيف تقرأ بطريقة فعالة كيف يقرأ يقرأ بزاف و النتيجة ضائلة و كين العكس يقرأ قليل و النتيجة كبيرة هذا ليقرأ قليل و النتيجة كبيرة ما هي السر ؟ فهناك الأسرار بل في طريقة الحفظ تعوه بل في طريقة الفهم تعوه هناك أسرار رح نشوفهم في هذه الحصة الحاجة الخامسة والاخيرة هي التوقعات وشانن نسنناو كاين لي حاب يجيب الباك من اجل يروح الجامعة كاين لي حاب يجيب الباك من اجل نفسه يحصل رحو نجح كاين لي حاب يجيب الباك من اجل اهله يفرح لفامي كاين من اجل هاده كامل لكن نقول لكم حاجة الباك وسيلة الباك ماشي هدف بعينه لازم تكون عندك نظرة أبعد من الباك لك أحبيت تنجح لازم تخير وش حبيت تدير في حياتك لازم تعرف وش حبيت تدير في حياتك وهذا النقطة بالذات توقعات هو السر من أسرار النجاح رح نشوفه بدقة في الحلقة القادمة إن شاء الله اشتركوا في القناة